اكثر من اربعة اشهر مضت على انطلاق ثورة تشرينة في العراق اكثر من اربعة اشهر دفع العراقيون خلالها ضريبة فادحة من دمائهم ثمنا لحرية ينشدونها ووطن يحلمون به مئات الشهداء وعشرات الالاف من الجرحة وعدد غير محدد من المعتقلين والمخفيين قسريا ولا يزال المتظاهرون في شوارع بغداد وغيرها من مدن العراق الثائرة ثابتين على المبدأ على الرغم من كل الالعيب والمناورات والخدع التي يحاول بها السياسيون الفاسدون الالتفاف على مطالب الشعب لضمان استمرارهم على مقاعد السلطة محد بروكينغز الامريكي في تقريرا له قال ان حركة تظاهر العراقية تميزت منذ انطلاقها بالمرونة في مواجهة عنف السلطات في التعامل مع المتظاهرين بل ان البعض رجح ان تتوقف التظاهرات او على الاقل يتراجع زخمها اثر مقتل قاسم سليماني وابي مهد المهندس بغارة امريكية في بغداد الا ان التظاهرات استعادت عافيتها مجددا غير ان احزاب السلطة لم تيأس كذلك من محاولات احباط العراقيين وافشال ثورتهم فدخل مقتدى الصدر واتباعه على خط التظاهرات مبديا تأييده للمطالب الشعبية ثم ما لبث انك صعل عقبيه ساحبا انصاره من الساحات في عقاب دعوته لتظاهرة زعم انها مليونية ولم تكن كذلك ايدتها الميليشيات للمطالبة باخراج القوات الامريكية ثم يعود انصاره مجددا للاستيلاء على الساحات تمهيدا لاعلان تكريف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة وبحسب محللين فان الطبقة الحاكمة في العراق خلال 17 سنة من حكمها فشلت في الاستجابة لمطالب الشعب ولم تعد تتمتع بالمصداقية ولذا خرج العراقيون ليعلنوا للعالم ان عراق ما بعد تشرين لن يكون باي حال كعراق ما قبله وان الشعب اذا ثار فلابد من نجاح ثورته ولو بعد حين ها ها بأخاء شكل ادي رأب بتشكيل الحفاظ اكثرzy دائرجة طبق بայ يشفرت حك singers ليشوى بهم اäre يعمل لا مستحن yrien